من أوكرانيا تنطلق معركة الربيع التي يرقبها الجميع باخموت، ليمان، مارينكا وافدييفكا هي المحاور الأربعة للهجوم الأوكراني المضاد في إقليم دومباس هجوم ليس أكثر من جزء تمهيدي للهجوم الكبير القادم بحسب نائبة وزير الدفاع الأوكرانية إذن حانت اللحظة المناسبة التي تحدث عنها المسؤولون الأوكران لبدء كيف هجومها الذي أعلنته من قبل وسيكون على عدة محاورة وفق الخطة المعلنة لهيئة الأركان في هذا الوقت تزداد الدفاعات الأوكرانية قوة في وجه الصواريخ والهجمات الروسية التي تهدد بنيتها التحتية على الدوام وذلك بعد تسلومها صواريخ باتريوت القادمة من واشنطن وبرلين وامستردام بالإضافة إلى استلامها 13 مقاتلة من طراز ميج 29 من سلوفاكيا أمر تزامن مع تحول موقف سول المعارض لتسلح أوكرانيا وإعلانها للمرة الأولى إمكانية توسيع مساعدتها الإنسانية والاقتصادية لكيف حالتها رضيها لهجوم مدني واسع النطاق لترد موسكو محاذرة سول مما وصفته بالموقف غير الودي معتبرة بدأ عمليات التزويد بالسلاح لكيف سيعني بشكل غير مباشر خراطا نسبيا في النزاع وملوحة بإمكانية تزويد بيونج يانج بأحدث الأسلحة الروسية ومع التصريحات المشتعلة تلتهب الجبهات أيضا إذ تكثف موسكو من نشاطها المدفعي شرقا وتزيد من ضرباتها الجوية العنيفة في باخموت بحسب الجيش الأوكراني مع إعلان الجانب الروسي سيطرته على نحو ثمانين في المئة من المدينة الأمر الذي تنفيه كييف بالمطلق نور الحاج تيرتي عربي